اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام تلطيتنا متواصلة لكافة الأحداث الرياضية المحلية من خلال ملاعبنا وقبل الخوض في محاول الحلقة يسعدني أن أرحب بضيوف الستيديو كل من أحمد خليفة حمادي أهلا ومرحبا أبو خليفة أستاذ خير يا مرحبا أبو حيك وكذلك يتواجد معنا الأستاذ ضياء يا أهلا ومرحبا أستاذ ضياء أهلا بيك غبراهيم بكم رشارك كريم على سهل في البداية مشاهدين سنناقش حضوظ المنتخب الوطني الأول في التأهل إلى كأس العالم وإلى مواجهته المغبلة أمام المنتخب اللبناني لننتقل بعدها للحديث عن الحقبة الجديدة للشارقة والتي ستكون مع الروماني أولاري كوزمن وقبل الختام سنتطرق إلى بطولة كأس رابطة المحترفين وأمام إن كانت مواجهته تصب في صالح الأندية أم لا والحديث هنا عن المباريات التنشيطية للأندية التي ودعت البطولة مبكرا إذا الأمور أصبحت واضحة بشكل كبير بالنسبة للأبيض المركز الثالث المؤهل إلى الملحق ربما يكون بوابة مارفيك ولعبيه إلى المنديال ولكن قبل ذلك عليه تخطي المهمة المغبلة أمام المنتخب اللبناني خسارة ثانية عقدت الوضع أكثر بالنسبة للأبيض في التصفيات الحاسمة ولكن وبالمنطق ورغم حصلة الثلاث نقاط أصبحت الأمور واضحة أمام مارفيك وهو التأهل من مركز الملحق والمنافسة على هذا المقعد سيكون بالدرجة الأولى أمام المنتخب اللبناني الذي سنخوض مواجهتنا المقبلة أمامه هناك في بيروت نحن بحاجة للقتال من أجل المركز الثالث وسنذهب ونقاتل يستعد لعبنا بجدية للمباراة القادمة ضد الإمارات وسنقاتل مرة أخرى لكننا بحاجة إلى القليل من الحظ أعتقد أن اللاعبين جاهزون لهذه المباراة التي ستقام بعد أيام نحتاج فقط إلى القليل من الراحة بعدها نرفع رؤوسنا وأنا متأكد من أننا سنقاتل معا للحصول على المركز الثالث جودة الفرق الإيرانية والكورية أعلى بقليل من جودتنا لكن بعد ذلك كل شيء ممكن في المركز الثالث نحن بحاجة للقتال هذه هي فرصتنا وأعتقد أننا مستعدون نتيجة مواجهة الذهاب لم تكن مرضية بالنسبة للأبيض حين رست على التعادل دون أهداف منتخب الأرز كان قريبا من الخروج بانتصار ثمين أمام متصدر المجموعة المنتخب الإيراني في الجولة الماضية لكن الحظ لم يكن حليفه ما يحتم على فان مارفك التحضير لهذه المباراة بالشكل المطلوب نقطتان تفصل الإمارات عن لبنان في جدول ترتيب المجموعة الأولى وعلى أرضية الملعب ما زال يملك الأبيض خمسة مباريات ما يعني على الورق خمسة عشرة نقطة إذن نصف الطريق لم يكن على قدر التطلعات فكيف سيكون النصف الآخر؟ بعد كل مباراة نبحث عن بصيص الأمل ونبحث عن الأرقام ونبحث عن أدق التفاصيل كيف يذهب الأبيض إلى المنديال الأبيض لا بد أن يقاتل على كل الفرص لا بد أن يعمل ويجتهد ليصل لتحقيق حلم وطن المركز الثالث أصبح الشايك ما بين الأبيض الإماراتي والمنتخب اللبناني بعد ما خيب الظنون في خمسة مباريات لم تكن مرضية للشارع الرياضي لم تكن مرضية لكل من تابع الأبيض في هذه التصفيات وفي صفحتها الأولى تبدأ الصفحة الثانية وأمام المنتخب اللبناني لنعيد الكرة من جديد ولكن هذه المرة نبحث عن فوز أول فهل يتحقق من خلال المباراة القادمة؟ هذا ما سنشاهد من مارفك ولعبيه بخليفة نبحث عن الفوز من المباراة الأولى نحن بداية ما بدأنا دعمنا للأبيض في الشارع الرياضي وكل الغنوات الزميلة الكل يبحث عن الفوز كنا نتحدث عن ست نغاط وكنا نبحث عن نقطة أمام إيران وكنا نبحث عن نتيجة إيجابية أمام كوريا كل هذه الأحلام تبخرت الآن أصبحنا أمام واقع علينا أن ننافس لبنان إذا أردنا أن يكون لنا شيئا من الحضور بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبو عبد الرحمن كلامك صحيح نحن في وادي والمنتخب في وادي هذا يمكن أبرز جملة ممكن نحطها للمرحلة السابقة من مباراة يا مباراة نحن نتكلم عن الأمل ونتكلم عن شيء من التفائل ونتكلم أن القادم يكون أفضل وأن نحن ندخل بشكل أفضل في كل مباراة وأن نحقق الفوز وأن نبحث عن روح الحماس وروح المسؤولية في اللاعبين لكن للأسف نحن ننتقل من نكسة إلى أخرى حتى مباراة أمس مباراة كوريا لا أعتقد أننا مستونا كان نحن نفوز فيها وحتى نتعادل فيها يعني كل ما كنا نتكلمه وكل ما كنا نتأمله في وادي ونصبحنا في وادي آخر نعم دخلنا التصفيات ونحن نأمل النفس بإحدى البطاقتين طيب هل نحن رفعنا صقف الأحلام أم لابد أن نفيغ للواقع الواقع يقول أن الأبيض يعني لا يستطيع أن يصل إلى المنديال هناك فيه هناك فيه فوارق فنية في بعض المباريات وبعض المباريات الفوارق يعني إحنا خسرناها بنفسنا أو إحنا ما استعدنا لها أو إحنا ما جهزنا لها أو إحنا ما لعبناها بشكل صح أو إحنا لم تدار بشكل صحي هناك أسباب كثيرة وهناك فرق فوارق الفنيين بينهم واضحة لكن لكن مما أقول أننا نلعب دور كامل خمس مباريات ما أعتقد أننا حصلت قبل أننا نلعب دور كامل ونحقق فيه فوز يعني ما أعتقد أننا حصلت في أسوأ حالاتنا نحن اليوم في حالة سيئة يعني من ناحية النتائج كنا دائما كانت النتائج هاجسنا على كل المدربين وكنا كل تغيير المدربين كان سببه نتائج يعني سوء نتائج أمور كذلك لكن لا مرينا بالمرحلة التي نحن مرينا فيها الآن نحن مرينا في مرحلة الآن لا نعرف كيف يكون الخروج منها نحن داخل أراضينا وخارج أراضينا نبحث عن الفوز نبحث عن الفرحة نبحث عن الأمل نبحث عن الأمور هذه لكننا لليوم لا نستطيع أن نضع رينا في الطريق الصحيح للأسف بعد مرور خمس مباريات تراجعنا بشكل كبير تراجعنا على مستوى النتائج تراجعنا على مستوى الأداء شفنا أداء لم نكن نرى من السابق في أسوأ حالات المنضخب لم نكن نرى الأداء هذا الشرع الرياضي أصبح في حالة لا أقول من اليأس لكن أصبح في حالة من عدم التركيز من المنتخب نحن نرجعنا منافساتنا المحلية نقاتل ونلعب وفيها إثارة وفيها حماس وفيها جدية ولهما لكن لما نطلع على مستوى المنتخب كل الأمور التي كانت موجودة في دورينا لا تنعكس على المنتخب الآن نحن أمام بعد مقلكة نحن لم نأمل نفسنا على بطاقة من البطائق الثنتين في المجموعة على أهل المباشر نحن نحن حتى المركز الثالث في يدنا وهذا ما حذرنا مننا قبل المباراة يعني المباراة يمكن القدر كان بنا الرحيم لما انتخب لبناني انتهاية المباراة كان فائز ومنتخب الإيراني نسجل أهدافها في الوقت الضائع في الوقت الإضافي نسجل ولو كان منتخب لبنان فائز بالنسبة لنا كانت المأسلة خلصت وكانت انتهت من بغط مبكر جدا لكن الآن نحن الأمل اللي نتكلم عنه نحن دايما نحط أملنا نحن أملنا أن نحن في المباراة القادمة المباراة القادمة هذه الأمل اللي نتكلم به لابد أن نترجم هذه الأمل إلى واقع نترجمه إلى حالة فوز الآن نبحث عن حالة فوز وحدة نبحث عن حالة فوز وحدة هل معقول أنه منتخب الإمارات بعد كل السمعة وبعد كل الأرث وبعد كل المستوى وبعد الأمور كلها أنك تتمر عليك مرحلة أو دور في مرحلة تصفيات دور كامل من خمس مباريات عاجز في حالة فوز حتى في المباراة تتقام في ملعبك أمام فرق يعني أنت تعتقد أنك أنت أفضل منها لكن الواقع لا يقال هذا أنا لا أتكلم عن المدى البعيد لكن أنا لا أتكلم عن المدى القريب لكي نشغل نفسنا ويكون للمباريات القادمة معنا لا بد أن نفوز في المباراة لبنان لأن غير عن ذلك خلاص المباريات تكون تأدية واجب مجرد أننا حتى ممكن نتجمع قبل المباراة بيوم ونرجع لأن المباريات خلاص الأمور حسمت والطيور طارت برزاقها لأننا يكون للمباريات القادمة قيمة و لها معنى لا بد أن نحقق فوز واحد لو فوز واحد في المباراة مثل المبارات لبنان نحن اليوم نستجدي الفوز نستجدي ندور عليه بكل الطرق نلعب في المباراة لا نعرف نفسنا نلعب في المباراة هل نلعب بأسلوب دفاعية أو نلعب بأسلوب هجومي نحن لا بد أن نكون لنا شكل واضح في المباراة لا بد أن يكون لنا شكل أننا داخلين مباراة لدينا هداف نطلع منها لا ندخل مباراة ما شكلنا؟ هل منتخب الإمارات في المباراة الطافت في وقتنا وقت الاستحواذ واصل إلى ثمانين للفريق المنافس؟ صحيح 11 لاب مقابل 11 لاب لا أعتقد أن هذا المنتخب أنت لا تتكلم عن فريق فريق من الدرجة الأولى وفريق من الدرجة الرابعة حتى لو تتكلم عن هذا ما كان يوصل الاستحواذ إلى ثمانين وعشرين يعني فأنت هنا فأنت هذا اللي يحز في نفسك وهذا اللي يحز في هذا المنتخب الآن نحن ما زلنا نتكلم بهذا الشكل نتكلم من حرقتنا عن المنتخب نتكلم من من حبنا للمنتخب نحن نريد أن نرى المنتخب يأخذ جماعة هذا منتخبنا ومنتخب بلدنا واضح نعم لابد أن نكون شكلنا أمام العالم ومام الناس اليوم نحن أصبحنا حديث القارة القارة كلها تتكلم عن تراجعنا تغريدات في الدول أنا أرى تغريدات في الدول المجاورة يتكلمون عن تراجع مستوى كرة الإمارات وعن تراجع من المنتخب الإمارات وماذا يحدث في الإمارات هل نحن وصلنا إلى هذه الدرجة نحن ملفتين للنظر من ناحية السوق بهذا الشكل هذا أن نلفت نظار الآخرين أشياء يتكلمون عنه نعم أبو زياد نتحدث عن تراجع في كل شيء في منتج كرة الغدام تراجع القيمة السوقية للدوري تراجع مستوى الدوري على مستوى آسيا تراجع فراغنا في المشاركات الآسيوية تراجع المنتخب على المستوى الآسيوي في الخليجي وصولا إلى العالمي نحن في منتج كرة الغدام نتراجع لكن لماذا لا نعترف أن نحن نتراجع؟ لماذا نحن دائما نجمل الصورة؟ لماذا بعد كل إخفاق لا يظهر لنا مسؤول و يكون حازم في مسألة التراجع؟ أنا لا أذكر سمعت مسؤول قال أن نحن تراجعنا الكل يعد بالتطوير الكل يعد أنها مرحلة استلمها من غير عمل مسبق و سيأتي و يعمل لكن هناك سلسلة مفقودة الاعتراف بالخطأ جزء من إصلاح الخطأ طبعا أكيد بسم الله الرحمن الرحيم كل اللي قلته أنا مزكيك فيه و مؤيدك فيه فعلا إحنا عندنا أول حاجة يمكن المفروض نقف عندها أن المسافة الكبيرة جدا الموجودة ما بين الطموح و الواقع أو ما بين حلامك و قدرتك الحقيقية إحنا طول الوقت وقعين في هذه الفجوة الكبيرة ما بين الطموح و الواقع ولكن للأسف بيحصل في فترات كثيرة يعني وعود نحن لا نقضيها على إمكانتنا الفعلية و هذا اللي يعمل الإحباط و اليأس اللي يعيشه الشرع رياضي و جمهوره و يقطع الإعلام بكل قطاعات و كل وسائل الإعلام يعني دائما بنتكلم و زياد أنا تكلمت عن الإعلام أنا بس أخذ جزء أحيانا يوجه الكلام للإعلام وأنت إعلامي موجود في الدولة لك سنوات طويلة يقول لك الإعلام أنتوا السبب أنتوا قاعدين ترفعون من الصغف وأنتوا قاعدين عفوا أنا أتكلم بلغة ورحة أنا على الفكرة أنتوا السبب في تراجع الكرة لأنكم قاعدين عفوا على الكلمة تنفخون اللاعبين لا لا بعكس طيب يمكن ديكت مرحلة زمان بتتقال عند أي إخفاق من مرحلة الهواية طيب لكن في مرحلة الاحتراف لا أفتكر أبدا هذه النغمة بقت عالية أو لها وجود عند الناس حتى لو ما تتقال ما عادتش بمحل تصديق يعني أصبحت عفوا يعني حق يراد به بطل يعني إذا قيلت فهي شماعة وشماعة عفوا متهوية وليس لها وجود على أرض الوقع في الزمن اللي في كل الأسرار بتعلن وما فيش فيه أسرار بالمرة في زمن السوشيال ميديا والإعلام المفتوح وكل الحاجات اللي فيها يعني ما فيش فيها مواربة من أي نوع يعني منتخب هالحال ويخف على أحد وبعدين قل لي فين الجهة اللي تتواصل معك كإعلام وتديك الأخبار والمعلومات اللي تخليك فيه حرية تدفق معلومات كما يقال ما بين الإعلام وبين الجهة المسؤولة عن المنتخب احنا بعد استجداء وبعد طول معاناة الفترة اللي فاتت طلع يعني بعد خراب مالطة كما يقال يعني سمعنا كلام من رئيس لجنة المنتخبات وسمعنا اهتمام من مجلس إدارة الحاد الكرة وأنه يجتمع بالمنتخب لكن كان فعلا أنا خلينا نقول دلوقتي طالما وصلنا لهذه المرحلة الحارجة من عمر التصفيقات أن كل كده كله تم في وقت متأخر حمل إتحاد المرأة لقرة الأدم المسؤولية فيما حدث كذلك؟ أنا مش أنا اللي أحملهم ده ده إجراء وقعي كمتابة يعني يعني لا أصدي مش أنا الحكم فيها ده خلاص يتحكم خلاص في الموضوع ولا ينتظر من ضياء أو من غيره حكم فيه الرأي العام قال كلمته وهم كاتحاد كورة ولجنة المنتخبات تحمدوا المسؤولية كاملة تم تجدد الثقة في المدرب وفي اللاعبين في المرحلة الماضية قبل محطة كوريا فأنت أمامك يعني خلاص هم أعلنوا أن هم بيجددوا الثقة في المنتخب وفي المدرب وفي اللاعبة وأن في صفحة جديدة هنبتشوفها لكن أنا بسألك و بسألك كل اللي تابعوا المباراة هل شفنا حاجة جديدة في مباراة كوريا؟ أنا مش حاسب بالعكس ترجعنا أكثر صراحة شفنا حاجة ترجعنا أكثر للأمانة شاهدنا أسوأ مباراة ممكن نلعب فيها طبعا وأسوأ من ذلك وجود الكابتن السيد فان مارفك في المؤتمر وقال لك كان ممكن نتعادل لا دا 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 شايف حاجة مش شايفينها وعيش حاجة احنا مش عايشينها وفي نفس الوقت يعني يعني الرهان عليه كان زي ما يكون يعني رهان في غير محله بصراحة يعني لو تفكر في الحلقة اللي تم فيها دا جديدة ثقة بالنسبة للمدرب واللاعبين قلنا احنا ممكن قناعتنا طوال الوقت كانت ضد رؤية المدرب ومع ناتج ينتج من اللاعبين من المردود في الملعب كان برضو ضده لكن قلنا طالما اتحاد الكورة خد هذه القناعة وتبنى هذا الموقف مع المنتخب فاحنا معا خلوة وقالبا حتى نصل إلى نهاية المشوار وانا كنتش عنصر محبط او عنصر بيأس من فرص وحظوظه بمنتهى لكن فعلا الارض الواقع اللي بتشوفه بتلاقي فيه مسافة كبيرة يمكن ابو خريفة بيقولك فيه بينا فوادي وهم فوادي لا دا المنتخب بقى فوادي وبيت المنتخبات فوادي اخر ولما لعبنا مع كوريا حاسرها انه مش فوادي اخر فكوكب اخر يعني فيه فرق كبير او ما بين كرة بتلعبها وعندك طموح بتراهن عليه وكرة بتلعبها اللي مجرد انك تلعب عشان يعني الامور تمر والوقت ينضي يعني انا مش حاسس ان المنتخب عمل بصمة في هذه التصفيات بالعكس من اسوأ التجارب اللي شفتها في معاصرات الكورة الامارات في مشاركته لتصفيات كاس العالم وخلينا اقولك بحكم انك كلمت من شوية انت عن وزقية الطموح والواقع والاحلام اللي ممكن تبني وهل لها اساس ولا ملهاش انا مش شايف غير مرحلة واحدة كان فيها الطموح مبني على اساسه بيرتفع سقفه الطموح تدريجيا بشكل واقعي وحقيقي إلا مرحلة اللي كان فيها مهدي مع المنتخب مع تقديري اللي مرحلة من بعد تسعين حتى اليوم انا شايف دي اكتر مرحلة كان فيها طموح بيواكب اداء ميداني يعني على مستوى عالي من اللعيبة وبترهن عليه بقلبي جامد انت جاء عليك وقت من الوقات بتقول انا هعمل ايه في نهايات اسيا وبتقول رابع ولا ثالث ولما قلت رابع نزع له منك شوف كان دي كان طموحك كبير كان موجود دي نفس المنتخبات دي وانت جبت ثالث ساعتها يمكن البعض لم يقنع بحكم ان كان فيه مركز وصافة بكذا على صعيد اسيا لكن خلينا نقول الوقع ونحط نقطة الحروف اللي اتحقق في استراليا كان يعني بقياس المركز الثالث بالمستوى المنتخبات الموجودة كان اعلى منك تكون تانية على ارضك هنا جوى الامارات طيب بالحديث عن اوضاع المنتخبات العربية في التصفيات الحاسمة نجد المنتخب اللبناني كما يعلم الجميع في المركز الثالث للمجموعة الاولى يليه المنتخب العراغي في المركز الرابع برصيد اربع نقاط وبعدها منتخبنا الوطني ثم المنتخب السوري بحصيلة نقطتين اما في المجموعة الثانية يتواجد المنتخب السعودي في صدارة المجموعة برصيد ثلاثة عشر نقطة وبأداء كبير اما المنتخب العماني فتراجع الى المركز الرابع برصيد سبع نقاط اختلفت الطموحات ومراكز المنتخبات العربية المتواجدة في مختلف المجموعات فما كان من السعودية الا ان تحمل راية المنتخبات العربية وتحلق بهذا الطموح عاليا لتقترب من نسخة جديدة من المنديال وكأن وصول المنتخب السعودي الى النهائيات كأس العالم شيء من العادات والتغاليد اصبحت لدى المنتخب السعودي ابو خليفة تراهن على المنتخب السعودي تراهن على اداءة تراهن على مردودة تراهن على العمل اللي واضح انك انت تذهب في استراليا ومن تحدث عن عامل الوقت والسفر الطويل كله تعرض له المنتخب السعودي لانه كان النتيجة الواقعية انه هو يعتبر فايز المفروض في هذه المباراة قياسا بما قدم طبعا اليوم مثل لما ترى الدوريات العربية نتكلم طبعا عن عرب اسيا العرب افريقيا وضعا مختلف لكن عن عرب اسيا في قارات اسيا ترى الدوري السعودي بلا منازح هو الأفضل يمكن في المنطقة كله كامل هنا ودوري من ناحية القيمة السوقية ارتفعت في القيمة السوقية وبالذات في الموسم الحالي إلى أرقام كبيرة عكس الدوريات الأخرى العربية في المنطقة هنا القيمة السوقية لها تراجعت بشكل غير الاهداف عند الاخوان في المنمكة السعودية من المنمكة العربية السعودية تختلف عن الاهداف عند الآخرين المنتخبات والتسلسل المنتخبات والتكوين المنتخبات عندهم يمشي بخطة وبشكل مدروس المنتخب الأولمبي كان فينا هاير بطولة غرب آسيا صحيح أنه خسر لكنك أنت اليوم عندك تسلسل المنتخبات وطول عمر السعودية عندها منتخب أولمبي ما بقول جيد لكن ممتاز عندهم لاعبين عندهم مواهب عندهم عناصر موجودة فبالتالي نعكس هذا على المنتخب الأول وتصدره إلى مجموعة حديدية المجموعة التي نتكلم عنها المجموعة الموجودة في المنتخب السعودي مجموعة حديدية تضم منتخبات أقوى حتى عن المجموعة الثانية المجموعة الثانية التي تواجدها فيها أكبر عدد من منتخبات العربية نرى المنتصدرين فيها إيران وكوريا ومن ثم منتخبات العربية من لبنان والعراق والإمارات والسوريا بالتسلسل خلفهم بالتالي أعتقد أن المنتخب السعودي قريب جدا من السعود إلى كأس العالم القادم المنتخبات العربية الأخرى المنتخب عمان في مركز الرابع المنتخبات العربية الأخرى البطولة صارت بينهم على مركز الثالث في مجموعتنا ضياء رغم وجود الاحتراف في بعض الدول العربية وعدم وجوده وعدم وجود دوري في البعض الآخر لأنه شفنا الكل متساوي السعودي التي تقرد خارج السرب لا يحق لنا أن نقول احترفنا وجنينا ثمار الاحتراف تقول لي احترفنا عملنا أنظمة عملنا قوانين عملنا نقل تلفزيوني أحترمك جدا تقول لي جنينا ثمارة فنيا لا أقول لك عفوا أكمل كلامك بجزئية مهمة تحضرنا من التاريخ السعودية آخر الدولة يمكن طبات الاحتراف بمعنى المتعرف عليها السويا يعني فضت متأخرة عن خطوة الاحتراف الدوري والكلام ده كله وإحنا سبقناها ومع ذلك هتحسن طول الوقت يعني شجرة الكرة عندهم وارفة الظلال طول الوقت بهواية باحتراف يعني وبعدين المنتخب مع الدوري كله بيكمل بعض وإحنا سعب نفصل وننتظر نقول أن الدوري ضعيف والمنتخب ضعيف يعني نفصل بين المنتخب وبين الفرق وبين دورهم في دوري أبطال أسيا والدوري المحلي على فكرة كلها يعني شجرة واحدة وتسطى من ماء واحد فانت الصمرة واحدة في الآخر هتلاقي المنتخب كويس هتلاقي الأندية كويس هتلاقي الدوري كويس فإحنا نحاول نفصل عشان نخلق لنفسنا أعذار لكن الحقيقة واللي لازم نبني عليها دايما إذا كنا هنحلم من جديد أو نغير وده لابد منه مش لازم نيقاس ولازم نقف عند النحطة ما بس لازم أن نبدأ من جديد نكون فعلا نبتدي صح بقى من الفزرة لغاية الصمرة في الآخر ما يبقاش الدوري حاجة والأندية حاجة والمنتخب حاجة وكله يغني على الالاء كما يقال والآخر بنقول عايزين حضور ومستوى عالي طموحك ما بيتبنيش بالتنظير بس أو بالتاريخ أنا عندي تجربة لحضور لإيطاليا 90 طب السعودية اللي راحت خمس مرات نقول عليها إيه يعني إحنا مش بعيد عن المنطقة ومش بعيد عن الفكرة ده مش بعيد عن الثقافة دي في التعامل مع الكرة ويعني شيء يعني يصير على كثير من علامات الاستفهام والتعجب أنك تكون بهذا الوضع كرويا وتكون يعني الدولة على بعض يعني كيلومترات منك بهذا الشأن الجميل والنحية اللي بتاخد مكان ومكانها على حساب يعني هوا مير شرق أسيا يعني يعني اليابان معاها في نفس المجموعة وفي نفس وقت متقدمة عليها ومتقدمة على أستراليا بطلة أسيا يعني هي دي كورة اللي تتباهى بها وتفرح بها اللي فيها فعلا منظومة بتحكمها مهما تغيرت مجالس الإدارة مهما تغيرت يعني طبايع المدربين في الأندية وكلام ده فده المنظومة اللي الواحد يعني يسعد بها ولي يجب أن يحتزي بها ويشوفها قدامه عشان يعمل زيها ليس بعيدا عن الرياضة ولكن بات معرض الشارقة هل الكتاب هو المستورد الأول للعقول فكل ما تروا هي ليس عبارة عن أوراق ومجلدات على الرفوف بل هي عقول تكتب كل هذه المعلومات لتأتي إلى عاصمة الثقافة في الشارقة وتبرز هذه العناوين بشكل مميز فيكن لأصحاب الغراءة والعلم شأن كبير في إمارة أراد حاكمها الشيخ سلطان أن تبغى الثقافة ويبغى المتعلمون هم النبراس الأكبر محمد الجوكر ومن خلال معرض الشارقة للكتاب أطلق كتابه الرياضي الجديد وذلك من خلال معرض الشارقة للكتاب والذي شهد التوقيع على النسخ التذكارية يوسف صالح مراسل الشارقة الرياضية تواجد هناك وكانت له هذه الكلمات نتابع نعم زميلي إبراهيم الزعابي من هنا من أكبر معارض العالم من مركز إكسبو الشارقة هذا المكان الذي يعد حدث استثنائي هنا في إمارة الشارقة هذا الكرنفال العالمي الكرنفال الثقافي الذي تحتضنه إمارة الشارقة والذي يتنوع في ثقافاته الفن الكتاب والمسرح هذا المعرض الذي في دورتها الأربعين والذي ستختتم دورته يوم غد تاريخها 13 نوفمبر كانت فعاليات متنوعة وجميلة هذا المهرجان الذي احتضن الصغير قبل الكبير بفعالياته المتنوعة وعلى هامش المعرض ينضم إليه في هذه اللحظات الصحفي والكاتب محمد الجوكر رح فيك عبر قناة الشارقة الرياضية ونبارك لك على هذا الإصدار الجديد من الكتاب قبل الحديث عن الكتاب اليوم نبقى نتكلم عن هذا المعرض أو عن هذا الكرنفال الذي تحتضنه إمارة الشارقة هي ما في شك أن الشارقة لماذا أطلقت عليها عاصمة الثقافة أطلقت عليها لأنها عاصمة الثقافة والمعرفة والعلم والرياضة بفضل توجيهات صاحب السموة الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسم محمد الله تحول فعاليات هذا المعرض إلى كنرفال حقيقي ثقافي يبين في حضارة وتواصل الشعوب والتواصل الإنساني معرض ما في شك أنه حدث كبير يفتخر فيه كل إنسان مواطن ينتمي لهذه الأرض والمقيم أيضا لأن ما نراه من مختلف الجنسيات والتواصل الإنساني والحضاري تأكيد على أن الثقافة الحقيقة غذاء الروح بالفعل وبالتالي نجد هذا الكم الهايل من الناس والبشر الذين ياتونه لمتابعة فعاليات هذه المعارض ومثل هذا العمل وهو لا شك هو يعتبر إنجاز وطني يحسب لكل أبناء للوطن نعم أستاذ محمد اليوم نحن بنتكلم عن اليوم تواجدك اليوم في هذا الكارنفال وعلى إطلاق الإصدار الجيد من الكتاب خمسين وطن من الذهب يعني الكتاب أو يقول لك الكتاب مبين من عنوانه صحيح فعنوانه نتكلم اليوم عن خمسين عام ودولة الإمارات اليوم في عام الخمسين حدثنا أكثر عن هذا الكتاب الحقيقة يمكن أنا طبعا ليس بغريبا على أسرة القناة ولا على البرنامج بالذات أنقل دائما كل سنة إلى شغلة تجربة شخصية باللسبة لي تتعلق بالتوثيق ووجدت أن أفضل مناسبة أن أقوم بها الآن هي الرياضة في الخمسين عاما كيف مرت في دولة الإمارات كيف تابع القيادة السياسية كيف أهتموا وأركز من خلال هذا العمل عمل توثيقي بعنوان وطن من ذهب فعلا نحن وطن الله الحمد بفضل توجهات القيادة السياسية على أهمية دور الرياضة وعلى أهمية دور وما تقوم به القيادة في دعم مسيرة العمل الثقافي والتوثيقي والتوثيق الحقيقة أصبح شيء يعني في نفسي وأحبه وصار بيني بين ارتباط وعشق لذلك وجدت أن هذه المناسبة ونحن نحتمل بخمسينية الدولة وجدت أنه ليس هناك أفضل من هذا العنوان وهو عنوان خمسين عاما يتعلق بمسيرة الكرة منذ البدايات وركز أيضا على دور أصحاب السمو وكذلك أيضا اللعبة في كل إمارة من الإمارات الإجازات التي تحققت في ظل إخفاق منتخبنا الأخير لكن هناك إنجازات لا بد أن يذكرها التاريخ ومن هذا الأساس بعقوب حرصت على أن هذا العمل يأتي في إطار احتفالات الدولة ويأتي أيضا في إطار اهتمام ديوان الرئاسة وأيضا الرشيب الوطني الذين ساهموا معي ودعموني الحقيقة بالإضافة أيضا إلى هناك مؤسسات حكومية وأفراد قدموا لي الدعم المعنوي والأدبي من أجل إنجاز مثل هذا العمل الذي يوثق فيه تاريخ الرياضة المراتية ولهذا الحقيقة أنا سعيد بأنكم تلقون الضوء على مثل هذه الأعمال التوثيقية الرياضية عبر هذا البرنامج وهذا تأكيد على مدى ترابط الإعلام والرياضة على تبرنا عملة وجهة لعملة واحدة وأنا الحقيقة هذا الإصدار هو إصدار رقم 18 ومن خلال إصداراتي السابقة أيضا كان لي شرف هنا قبل عامين كان الكتاب عن بعنوان الدكتور سلطان القاسمي الحاكم والبؤرخ والرياضي ولكن هذه المرة يأتي كتاب آخر يتعلق باسم الدولة السادة محمد اليوم نحن نشوف مثل ما تتكلمنا خمسين عام والكتاب يتكلم عن الرياضة فإذا بنتعمق شوي بشكل مبسط عن الكتاب ما يحتويه الكتاب وما هي أبرز المحتوى الموجود في هذا الكتاب ويعتبر في رأي هذا موسوعة وهو الأول من نوع على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى المنطقة وعلى مستوى الإمارات بوجه الخصوص أتحدث البداية عن دور القيادة السياسية ثم أتحدث أيضا عن تطور الكرة وكيف بدأت من البحر وكيف انطلقت كيف ساهم الإنجليز في تطوير كرة القدم ثم أتحدث عن رؤساء التحادات كرة القدم الذين تولوا رؤساء التحادات الكرة منذ بداية تأسيس قيام الدولة أتحدث عن تجربة المنتخب الوطني نتائج المنتخب الكامل في كل المنافسات الأسوية والقارية والعربية وكأس الخليج أتحدث أيضا عن أبرز الإنجازات التي يحقق هذه الكرة الإماراتية سواء على سعيد الأفراد كلعبين أو على سعيد المنتخبات أو على سعيد الأندية أتحدث أيضا عن العلاقات التي تربط الإمارات بالشعوب الأخرى بالذات أركز على علاقاتها مع مصر والبحرين والسعودية والكويت أركز بهذا الجانب هناك أيضا قصة جميلة جدا عن رحلة الاحتراف كيف بدأ أتحدث عن أوائل الوطن الذي تم تكريبه من القيادة السياسية اللاعبين في كرة القدم من الحكام وإدارين ووائل أخب كل هذه المواضيع الحقيقة ارتبطنا بها وبالتالي علينا كإعلاميين نوثق مثل هذه الأمور حتى يستطيع الجيل القادم أن يكون على الدراية وعلى معرفة لما حدث في تاريخ الوطن من الرياضة بالتحديد وكرة القدم على الوجه الخصوص طبعا سيد محمد نشكرك على هذا الجهود المبذولة التي قمت بها بتوثيق هذا الكتاب الذي سيعد مرجع للأجيال القادمة أنا سعيد ووجه شكري وتقديري لأسرة القناة لأن أيضا قناة الشارقة واحدة من المؤسسات التي وقفت بجانبي وساهمت معي في إبراز نشاطي وإبراز دوري وهذا أيضا ليس بغريبة على تبرا أن أحد أبناء هذه الأسرة وتذكرني الحقيقة بالبرامج البرامج التوثيقية التي تشرفت في تقديمها في عبر القناة الشارقة ومكان برنامج اسمه كانت أيام أبرز ما فيه هو لقاء مع صاحب السلو الشيخ الدكتور سلطان القاسم بحفظه الله لذلك فأن قناة الشارقة جزء أصيل في حياتي وفي مسيرتي العملية التي تتجاوز الآن 42 سنة نحن أيضا سعيدين على تواجدتكم معانا وأنا أيضا شخصيا سعيد كون أعلامي مخضرم كون مثل محمد الجوكر أنه يكون معايا اليوم في هذه المقابلة وإستعراضها وهذا يشرفني أنا أهديك هذا الإصدار نعم زميلي إبراهيم الزعابي مثل ما نشوف هذا الكتاب الذي أصدرها الإعلامي والصحفي محمد الجوكر بعنوان خمسين عاما وطن من الذهب هذه كانت رحلتنا من هنا من معرض الشارقة للكتاب هذا المعرض الذي نفتخر به اليوم وهذه الإنجازات التي تتوالى هنا في دولة الإمارات رحلتنا مستمرة وأيضا يوم ما غاد رح يكون ختام الدورة أربعين إلى ذلك الحين زميلي إبراهيم الزعابي الكلمة أتعود إليك في الاستيديو شكر بالتقدير لك زميلي بلا شك محمد الجوكر بأت أحد أكثر الإعلامين الإماراتين تميزا في مجال التوثيق والأكثر اهتماما في هذا المجال حتى أصبح له العديد من الكتب الخاصة بالأنديا المنتخبات الوطنية وكذلك الرياضة في دولة الإمارات بشكل عام ضياب السلطان ما شاء الله مجتهد في هذا المجال وخلنا نقول أنه تفرد ختاما في مجال الذي هو التوثيق وأصبح يعني الشخص الذي يعطي جل وقته لهذا المجال وإلى شك خبرات إعلامية كبيرة وهذه كلها تصب في مصلحة توثيق رياضة دولة الإمارات وأن يكون لك في النهاية يعني خلنا نقول مجلد يحتوي كل ما مرت فيها الرياضة في السنوات الماضية بصراحة أخويا وصديقي وزمير ريحة لفر العمر في مجال الصحافة الرياضية أخ محمد الجوكر يعني لا يبارى في هذا المجال في مجال التوثيق إلى جانب أنه هو يعني إددرت عليه متعدد المواهب في مشواره الصحفي اللي يبتسم بالعظامية من البداية خالص هو بدأ سلم من أوله يمكن كتير قوي يقول لحد بحكم أنه عاصر كتير كفاءات يعني مهنية إماراتية طلت على صعيد الصحافة أنا أقول لك أن محمد متميز جدا في جزئية أنه هو بدأ من الصفر أو بدأ من الدرجة الأولى وارتقى درجات السلم المهني بكل مرحلة كان بيرتقي وبيتبوأ مكانه فيها وبيدي أعطاء وتنوع يعني هو في كل مرحلة نوع أعطاءه وفي مرحلة الأخيرة بالذات بعدما نضج وكتمل التجربته الصحفية بشكل كامل أعتقد كان أكبر ثمر أقدمها لرياضة الأمارات أنه أعمل هذا المسلسل الكبير من الكتب التوثيقية يمكن هذا الإصدار التامن أو حاجة أو التاسع فكلها إصدارات تحس أن فيها وعي وثقافة وإلمام بالتجربة وفعلا عنده هو يعني مالكة لم تتوفر لسواه في هذا الوقت من الزمان بالنسبة للرياضين والصحفين على مستقى واحد أنه بيقدر يجمع ويوثق نفسه ويكتب فمعلومته حضر ومشاء الله عليه وهو حتى لما كان يحضر معنا حلقات هنا ومازال ربنا يديله القدرة يعني والكفاءة يواصل المشهور على سعيد التليزيون برضه من النوع الحكاء اللي يقدر يحكي لك التاريخ بشكل رواية وقصة ودي أعتقد مش أي حد متوفر في هذه الملكة عنده فهو بيجمع بين الكتابة وبين الخطابة والربنا مقدره الحمد لله وهو ناجح في هذا المجال بشكل جبير أي ولا يباري فيه أحد حين عاد ننتظر النسخ الثلاث لي أنا بصراحة وصلتني أنا وصلتك النسخ قبل ما وصل بدأي ننتبو سلطان هذه النسختين لأبو خليفة ولي أنا ننتظر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نحن نشارتنا فيه مقروحة عموما أكيد مرحلة صعبة على الجانب الآخر مرة فيها فريق الشارقة في الفترة الماضية من مسابقاته وجاءت هذه المرحلة بالمدرب الروماني المخضرم كوزمن الذي سيبدأ رحلته مع الفريق الأبيض من خلال بداية الأسبوع المقبل من جديد يعود الشارقة إلى أن يتصدر عنوين الصحف والأخبار والسبب يعود إلى تعيين المدرب الروماني كوزمن ليكون قائد دفة الملك بداية من الأسبوع المقبل الأبيض الذي يمر بفترة صعبة وضعته في المركز الثامن على سلم ترتيب دور المحترفين الأمر الذي لم يكن سهلا على عشاقه الذين تعودوا في السنوات الماضية على بقاء الفريق في دائرة المنافسة على ألقاب الموسم المحلي وبالأخص دور المحترفين الملك خلال الأسبوع القليلة الماضية لم يضق طعم الانتصار وبالتحديد في آخر أربع جولات حيث حقق فيها الفريق نقطة واحدة القصر الروماني ينتظره عمل كبير والبداية ستكون صعبة بلا شك أمام خورفكان في طياث مواجهات جولة العاشرة من دور المحترفين والتي سيدخلها الفريق للمرة الأولى تحت قيادة كوزمن العقد الذي وقع عليه الروماني يمتد لموسمين ينتظر فيها عشاق الملك أن يعود الفريق إلى الطريق الصحيح وبالتحديد منصات التتويج ترجمة نانسي قنقر بدأت المهمة بعدما تم إنهاء العلاقة ما بين العنبري ونادي الشارقة في البحث عن مدرب جديد يخوض المنافسات ويقبل بتحدي كبير في نادي أراد أن يكون كبيرا في دور الخليج العربي ومن بعده دوري أدنك وأراد أن يحصد الألقاب فكان البحث عن صائد الألقاب على المستوى الآسيوي مع الأندية الخليجية تحديدا السير كوزمن الذي قابل المهمة وسيبدأها بعد أيام غليلة ليبدأ رحلة جديدة مدرب يعشغ التحدي ويعشغ البطولات واعتدنا أن نشاهد دائما الفرق الذي يدربها كوزمن بشكل مقاير تماما أحد هؤلاء الأشخاص الذي عمله طبعا كوزمن معه بوخليفة بوخليفة عمل معك في الأهلي سابغا كوزمن تواجد في مرحلة مهمة كان الفريق في هذه الفترة فريق يعتبر هو المنتخب قوام المنتخب تسع لعبين عندك في المنتخب أجانب على أعلى مستوى كوزمن كثير قالوا أن يعشق التحدي مع الفرق الكبيرة كوزمن ما يبني لك فريق كوزمن يريد فريق جاهز علشان يحقق فيه البطولات وينافس فيه نرى أننا أول شيء مبارك الفريق الشارجي تعاقده مع المدرب مدرب قدير مدرب على مستوى عالي مدرب كوزمن إذا نتكلم عن المدربين نحن في دورنا محتاجينها النوعية من المدربين لا تنسى في الوقت الذي كان موجود في الأهلي كان زلاتكو في العين كان في الجزيرة تقريبا براغا أو مدربين كبار يعني خلنا نتكلم عن هذه الفترة كانت فترة مدربين كبار في الأندية وبالتالي كان المنتخب ومهدي كان مستفيد من تواجد هذا المدربين مع الأندية لأن ناتجهم من الأندية كان ناتجهم على مستوى عالي هذا المدرب مدرب على مستوى عالي يمكن سيرت هي اللي تخلت مثل الأندية تطمح في التعاقد معه وين ما يصير يصادف النجاح يعني يمكن في التقرير تكلم عن الهلال بس ما كان موجود السد السد حقق مع السد في الإمارات حقق مع فريقين بطولات راح الصين كذلك حقق بطولة الدوري مع الصين فهو وين ما يكون يعتقد لأنه طريقة عمله طريقة عمله دايما يعني طريقة التحدي التي تكلمت عنها طريقة أنه يبحث عن إنجازات مدرب يعتمد على مجموعة من اللاعبين المقاتلين دايما يحاول يزرع روح القتال في اللاعبين روح التحدي في اللاعبين بالتالي تشوف الفريق اللي معاه يتغير شكله ويعتمد على الناحية نفسية كثير لأنه في علاقتهم مع اللاعبين اللاعبين علاقتهم معهم دايما تكون في أفضل حياتهم في كل الأندية وإلى غاية اليوم لما نذكر لما كنا نصير مثلا السعودية اللاعبين السعوديين اللي كان يدربهم فترنا فترات كانوا يعني حتى الآن كثير من اللاعبين دورينا على تواصل معه ويلتقون معه حتى وهو لما كان مدرك لا لا هذا في دورينا لكن أنه تقريبا شبه مقيم يعني هنا في الدولة لكن حتى الدور طيب أنا بخليفة أملك معلومة أنك أنت على تواصل مع كوزمن وأبلغك في خطوة التعاقد مع الشارقة وأنت على تواصل جيد معه كذلك في حكم العلاقة اللي تربطك مع كوزمن التحدياته الجديدة طموحات أكيد فيه أمور معينة ما تحب أنك تكشف عنها بحكم العلاقة بينك وبينه ولكن في النهاية التحديات والطموحات كان فيه أمام عرضين الشارقة والسد لأن حسب الكلام أنه كذلك السد بعدما أنهى العلاقة مع شافي كان يتعاقد مع كوزمن هل فعلا كان فيه عرض من السد أم الشارقة حسب المصادر حسب المصادر اللي أنا عارف أنه كان أمام عروض أخرى حتى النصر السعودي بعد ما قال بدرول مانويل يعني حاول التواصل مع كوزمن بس أعتقد كان الشارجة تقريبا في مراحلة الأخيرة من التعاقد المدرب أعتقد أنه كلمة ودائما يحترم كلمته دائما يحترم يحترم يعني الناس اللي يتواصل معهم فبالتالي اليوم شوف اليوم أنا يعني أنا ليس دفاعا عن كوزمن لكن ما أعتقد يعني أن نحن اللي شفناه كان في التواصل الاجتماعي كان كل هجوم عن كوزمن أن كوزمن يعني أن مدرب يبغي ميزاني ومدرب يغير اللاعبين هذه النقطة لها نقطة يعني أنا ممكن نتكلم عن نقطتين أي مدرب اليوم حتى من فرق دورينا تلاحظ أن كنت كل مدرب يبحث عن تعديل الفريقة وفي الأساس نحن نشوف كثير من التعديلات التي تحدث في الفترة الشتوية تنتقرات الشتوية المدربين المراضين عن لاعبين هم الأجانب هذا من حق المدرب يغير أي كان هذا شيء الشيء الثاني أعتقد اليوم نحن اليوم في عصر الاحتراف وين النادي اللي بيسلم ميزانيته إلى مدرب أو وين النادي اللي بيعتمد على المدرب يعني أنه يفاوض بنفسه يعني دائما هذه يعني أنا عن تجارب سابقة أنه في بعض الأحيان صحيح يعني مثلا ما يكون هناك في تفاوض يعني اللاعبين معينين لايما نشوف في مبالغة في أسعارهم هو بنفسه يقول يعني يرفض يرفض استكمال التفاوض معاملنا في مبالغة في أسعارهم لكن كوزمان لما يطلب منك لعبة لما كنتوا في الأهلي يطلب منك اسم معين أو يطلب منك خانة معين يطلب منك أكثر من اللعب أنا عن تجربتي أنا اليوم أني ممكن كوزمان ما بيطلب لعبين التغيير لعبين أو يستعاقد مع لعبين مع الشارج إلا بعد ما يشوف الفريق يشوف الفريق ويكون منقريب الموسم الحالي والموسم القادم الموسم القادم فأعتقد أن حد في الموسم القادم إذا في تغيير شيء سريع ممكن يكون في الفترة الشتوية لكن ممكن في الموسم القادم سترى تغيير آخر يعني أنه يكون درس الفريق على فكرة كوزمان بيط بكل طاقمة التي كان موجود معها في الأهلي بما فيهم المترجم الخاص الذي يعتمد عليه في توصيل اللاعبين وفي تحميس اللاعبين وكوزمان نفس الطاقم ينتقل فيه في كل الأنديل نعم في هذا الطاقم عارفين الدور الإماراتي وعارفين الفرق الإماراتية وعارفين التعامل مع اللاعبين الإماراتيين لأن اليوم تجربتهم سواء في العين أو في الأهلي يعني تجربة كبيرة وانتقلهم معه وستاروا في الصين ويكونوا موجودين هنا فهو يعتمد على هذه المجموعة وهذه المجموعة اليوم أعتقد تشوف المدرب الوحيد الذي يكون بكل شيء لكن هناك نقطة نبدأ أننا أول مرة نرى أن نركز على إنجازاته دائما كل التركيز كان التركيز على أن كوزمان مدربي سعره غالي كوزمان مدربي أنه يطلب لاعبين واستبدال لاعبين حتى قبل التعاقد معه كان نحن في مواقع التواصل الاجتماعي عن طالب تغيير لاعبين حتى لو طالب تغيير لاعبين انتغلات الشتوية بعدها في الشتابة ستكون المنطق يقول صعب أن يغير لاعبين غير لما يمسك الفريق ويمكن يكون لاعب الاحتياجات يصبح نجم مدربي هذه كل أمور بعد ما يدرس الفريق اليوم أي مدرب في كل سنة إذا استمر مع الفريق لكن هذا لا يمنع أبو خليفة في الفترات التي تواجد فيها في الدوري الإماراتي سواء مع العين أو مع شباب الأهلي مع الأهلي سابقا عفوا توفر لكل الذي يريد من اللاعبين لا يوجد لاعب محلي طلبة في الناديين إلا لا تستطيع لا تستطيع أين النادي يتنازل عن لاعبين الخاصة المحليين أنا في نادي معين وأحب أخذ لاعب من نادي آخر في يوم الأيام في الأهلي من الحارس إلى الخط الأمامي كله منتخب أنت عندك كانت قبل كوزبل استمرت بعد كانت عملية بناء فريق جديد لأن في فترة لم يكن فريق منافس فعملية بناء الفريق استغرقت سنوات تغيير لاعبين دخول لاعبين خروج لاعبين فكان دائما التوجه لك الأفضل الموجود الأفضل الموجود هذه نقطة مهمة اليوم حتى في نادي الشارج اليوم عندك تلاعبين في المنتخب الحارس موجود في المنتخب شاهين موجود في المنتخب أكثر من لاعب لكن أكثر من لاعب موجود في المنتخب وعند لعبين بعد من أهلين في حالة استعادة مستوى كلهم موجودين في المنتخب مثل خالد بوزير مثل اللاعبين كلهم موجودين فالعناصر الموجودة اليوم في شارج لا أعتقد أنه 案خر سهلة الشارج صحيح أننا مر في حالة من تراجع الأداء أو من خفاظ المساوي بعض اللاعبين لكن قيمة اللاعبين ما زالت مثل ما هي يعني مع مدرب آخر أنا ما قدر اليوم أبصم أو أضمن نجاح في حالة التعاقد هذه لكن هناك مؤشرات مثلا أنت ممكن تساعدك عن النجاح قد تكون المحطة بالنسبة لكوزي ما فيها نجاح ما بيحقق فيها النجاح الذي حقق في السابق لكن اليوم كلنا نتكلم بناء على معطيات سابقة يعني اليوم حتى هو لما تواجد في النادي الصيني لما تواجد في النادي الصيني في السنة الأولى والسنة الثانية ما حقق شيء حقق في السنة الثالثة حقق بطولة الدوري بهم حقق آسيا كذا نعم حقق معهم آسيا لا آسيا لا عفوا أن بطولة الدوري على المشارك بطولة الدوري الصيني وكانوا مهلين الاشتراك في آسيا لو لا أن النادي هذا اللغة يعني هذا بس هناك الذي يخلى الجماهير يعني تثكهن أن كوزمان سيكون مرهق. النادي أعلن فلاسة هذا كذلك. صحيح. لكن ماذا كوزمان فيه؟ أكيد. ما هو السبب؟ طاقمه كم أفراد؟ نعم. طاقمه من كم فرد؟ طاقمه أظن أنه خمسة أو ستة أفراد هم كلهم. لكن في الصين خمسة أو ستة؟ نعم. هذا جيد بعد. معقول. لأنه عندنا مدربين على فكرة الآن ناديين في دوري الخليج العربي عندهما بناءهم ضمن الطاقم. يعني عندنا مدربين يجيب ابناءه ويجيب سرته ويجيب كل حد معاه. فلننتخلنا نتكلم بس أن النقطة ويضيفها في مسألة النادي الصيني. أعتقد أنه في أول سنتين هم لا يخهم. يعني يعني اللعب اللعبين الموجودين عندهم. كانوا عندهم لاعبين موجودين واللاعبين غاليين قبل التعاقد مع كوزم. صحيح. يمكن في السنة الأخيرة أن إيدير يام من إنتر لأن المالك نفس المالك. ولاعب أفريغي في خط الوسط ولاعب من الدوري البلجيكي كمهاجم. من لاعبين ثلاثين هم هم كانوا غالين. ما كانوا غالين. فأعتقد أنه يعني يمكن هناك ظروف اقتصادية أخرى. نعم. في النادي الصيني هي اللي صارت في مسألة الفلاس أو عدم استكمال نادي هذا رحلته في الاحتراف. بوزياد شمس الشارق عن الدوري قابت 23 سنة. عادت مع نجمها اللاعب والمدرب بعدها عبدالعزيز العنبري الذي تقبل مهمة بكل أريحية. كان مدرب مؤقت أثبت وجوده. العنبري حقق النجاح حقق ما عليه. حتى وصولا لفترة تنهاء العلاقة لا يوجد مدرب أنه العلاقة معه ويتم تكريمه واستقباله من صاحب ولي العهد والإشادة فيه من الشيخة جواهر الله يحفظها ويرعاها. كل هذا ما حصل عليه العديد من المدربين. العنبري ما زال محل تقدير مرحلة جديدة مع كوزمن الشارق يريد البطولات وهذا الواضح من خلال تعبد. والله أجمل ما في نهاية العلاقة بين العنبري ونادي شرقة أنها بدأت بشكل جميل وانتهت بشكل أجمل. يعني ما كانش فيها لا قطيعة ولا نفور ولا حالة من القرآن الجميل ولا حتى كمان يعني ملاسنات ممكن تسمعها ساعات من الجمهور بأنه يعني محدش طالب برحيله أو محدش مثلا كان بيلسن عليه بشكل جارح وهو كان من المدربين اللي ممكن تقدر عليهم الخلوقين طول الوقت يسوقف حتى في وقت مكان نعز المؤتمرات الصحفية المحتدمة والمنافسة قائمة بين الفرق الأخرى تحس أنه كلامه وفيه تهزيب وفيه مراعاة للفريق الآخر والمدربين الآخرين مشاكل عالي جدا ويمكن دي من الحاجات اللي ممكن هتحس بفرقها كبير قوي في المرحلة الجاية يعني أنا من خلال المعاصرة للكوزمن والعنباري هتلاقي فرق كبير قوي فيه تعاملات كوزمن بالذات مع اللعبة ومع الإعلام ومع أقدرته كمان لأن كوزمن من المدربين اللي دايما بيوجه رسائل طول الوقت يعني إذا كان عنده مشكلة معنا دي هتلاقيها ظهر على السطح من خلال تصرحاته إذا كان عنده مشكلة مع فريق آخر أو بيلعب الفريق الآخر بيبدأ من المؤتمر الصحفي بتلاقي عنده منورات كلامية ومنورات تكتيكية من المؤتمر الصحفي بيبدأ بيها يعني عنده الخداع التكتيكي ده موجود من لحظة المؤتمر الصحفي فهو ذاكي جدا كمدرب وشخصيات قوية ودي كلها حاجات هتبين يعني يمكن الجانب الشكل فيها يبين الفرق بينه وبين العنباري العنباري شخصية بدودة مسالمة متصالح مع نفسه هادئ مش محارب في تصريحاته سودياني نعم مش صدامي كوزمن العكس كوزمن هتلاقيه أجريسيف جدا وحد يعني ممكن يذهب إلى أرض الخصم ويحربه بمعنوياته وكل الأسلوب الممكن المتعرفة كل هذا تنساه الجماهير مع تحقق الفوز يفوز يحقق بطولة جماهير تسبر طبعا صحيح بس أنا بقولك أنا مواصف المفرق بين كوزمن الفرق نعم ودي كلها حاجات ممكن ما يختلفش عليها يعني أي حد معايا فيها في رؤيتي بالنسبة له لأنه فعلا هي دي طبيعته ودي طريقته وفكره التكتيكي في الملعب مش بس ملعب يعني هو بيلعب على جانب المعنابي إذا ما قال أبو خليفة وبيرفع عمانيات اللعبة بشكل عالي جدا ودي جانب خطابي وجانب حماسي وجانب علاقة إنسانية بينه بين اللعبة فدي كلها حاجات بتبني قوت المدرب وعلى فكرة مش عيب أنه يكون عنده هذه الملكة أو هذه القدرة أنه يتواصل مع اللعبة بحيث يرفع معناتهم لأعلى درجة اللعب العربي بالذات أخ أبراهيم اللعب العربي بالذات يعني فنياته لا تظهر إلا مع الأداء العالي ومع الضقل مع نوية العالية كوزمان كمدرب خلق اسمه من خلال يعني الدوري المحلي في رومانيا عدد من الأنديا الرومانية حقق نجاحات جيدة معها لعب في دوري الأبطال من خلال يعني فريق روماني وهذا جعله يعني رغم النجاحات الضئيلة اللي حققها هناك إلا أنه ينفجر على الكراه العربية وحقق نجاحات في مختلف الأندية الدوري السعودي الدوري القطري الدوري الإماراتي ونقدر نقول أنه كان محظوظ في تدريبة كبار الفرق على المستوى أنا عايز أقول حاجة محظوظ دي يمكن هو بيصنع حظه بمعنى أي يعني هو مدرب شوطر في إيه بقى بشوطر يعني أمعليش الكرة أصلها كعلم يعني مش بالزرة ولا كيميا على أي مدرب أن يعرف بقضياتها يعني لكن هو شاطر في إيه شاطر في أنه بيعمل المعادلة اللي يتحقق له النجاح ويصر عليها يعني لا يبدأ مع فريق ضعيف أو متهالك ويبنيه ويعمل به بطولة لا هو بيبني الفريق ويخترع ناصر اللي ممكن يعمل بها البطولة لذلك بيكون أدواته كلها حضرة وكل ما عليه أنه يوظفها كويس ودي أي مدرب دليل أن كوزمن ما يتعاقد مع أي فريق يعرض لي حتى لو عندك المادة كوزمن ما ينظر إلى المادة بقدر ما ينظر إلى الفريق الذي تملكه لأن كوزمن الآن من غير عقد تقريبا بعد نهاية عقده في الصين ست أشهر الآن ولكن يعني يتأكد من أنه يعني هو شايف الشرقة وعرف قبل ما يوافق على عرض الشرقة أعتقد أنه زاكر الشرقة وزاكر حظوظه بحيث هل يقدر يعمل معه حاجة أم لا لأنه هو مش هيجي يغامر بتاريخه اللفات اللي كله إنجازات زي ما أنا شايفين على مستوى المنطقة والأمراض بالذات مش هيجي يغامر هو عارف أنه ممكن يعمل حاجة مع الشرقة وأنا بتوقع أنه ينجح مع الشرقة بس هيكون فعلا هيعمل أكتر من لمسة يغير بيها شكل الفريق وعناصره اللي ممكن يراهن بيها ويحقق الفريق على مستوى الشرقة أفتقد أهم عناصر كانت موجودة في فترة الإنجاز نتحدث عن ريام منديز نتحدث عن يغور نتحدث عن ويلتون اللي كان عامل عمل كبير الشرقة عوض هؤلاء اللاعبين بأسماء كبيرة ولكن مردود فردي ما يأتي لحاجة من المكان أخذ بالك أنت ما ترينش على عنصر فردي حتى لما كنا نقوله على كورنادو كورنادو مكانش بيلعب لوحده لكن كان بيجد المعاونة الصديقة أو الدعم في الوقت المناسب بيلاقيه من عناصر أخرى قضية فريق وفي الآخر فريق كمان هل هو بيأثر فيه أو ما بيأثرش يعني كورنادو كان في وسط الفريق لكنه فعلا ترمومتر أداء من الداخل بارتفاع مستوي ارتفع المستوي الفريق ككل وكان كابتن من الداخل إلى حد كبير وبعدين علاقته باللعاب الأجاني بالجوة الفريق كانت فعلا عالية وفي منظومة يعني المثلث اللي كان قائم بينه وبين ويلتون وبين اللاعب في الوسط منديز تقصد أو ما تجد شرور لا أنا أقصد الأجنبي الموجود حتى على الغد بس عطاءه حاليا ما كانش مش زي مكان حتى مع شكروف شكروف طيب فهما التلاتة يتحسن كان فيه هارموني كبير أو بينهم متوافقين بشكل عالي جدا دلوقتي التلاتة الموجودين يمكن البارث فيهم ملينجو بس لكن ببرضهم إحساسك بالبقين يعني يمشوا على سطر واربعة لا يعني مش هيد الرهان ودل خزال العنباري فيهم على فكرة يعني هو راهن أكيد أنه ممكن يعمله بإبدال أو إحلال لكن لا مش نفس المنظومة ومش نفس العطاء ومش يعني الناتج الكل اللي مكان بيطلع من الفريق شكر تغديل لك مزياد مقصر الله يخليك تحياتي سلام وخليه فيه مقصر شكرا الله حيك يا محبا نقطة ختام ملاعبنا من خلال وجود مدرب صنع انجازات مميزة في الكرة الإماراتية وأراد أن يذهب فيها بعيدا آسيويا ولكن حالت يعني الكثير من الأمور في تلك الفترة من تحقيق شيء من الانجازات الآسيوية فهل يفعلها كوزمين مع الشارقة وهو يملك منافسات آسيوية قادمة وما زالت المنافسات المحلية قائمة وكل شيء وارد وما زال في أرضية الملعب نتابع أيام الشارقة القادمة مع كوزمين إلى الملعب اشتركوا في القناة